موسيقى تفاصيل في سياق التقرير التالي تماشياً مع الإجراءات والخطوات المتبعة من أجل معالجة ملفات المشاريع العقارية المتعثرة في مملكة البحرين نظمت اللجنة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة مزاداً علنياً لبيع مشروع الجفير فيوز المتعثري منذ عام 2009 ويعد المزاد الأول منذ تأسيس اللجنة عام 2014 بمرسوم قانون صدر عن حضة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لجنة تسوية المشاريع التطوير العقارية المتعثرة قامت اليوم ببيع العقار الجفير فيوز بالمزاد العلني ودي المرحلة النهائية من تسوية المشروع الحمد لله وفقنا في البيع المشروع بثمن أزيد من الثمن الأساسي اللي حديثته اللجنة تم البيع نظير 3.600.000 دينار بحريني حصيلة البيع سوف توزع على دائن المشروع كلهم بنسبة دينه وأعتقد أن دي مرحلة طيبة في تسوية المشاريع المتعثرة ستساعد القطاع العقاري في البحرين على أنه ينمو وفي ضمانات للمستثمرين في القطاع العقاري أنه لن يحدث تعصر لمشاريع مقبلة إن شاء الله بإذن الله ورس المزاد لمشروع الجفير فيوز على مجموعة فنادق رامي بقيمة 3.600.000 دينار بحريني وفق الألية المحددة التي أقرها المرسوم الملكي وذلك عبر بيع المشروع في مزاد علني وإداع حصيلة البيع بخزنة وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وهي واحدة من بين إجراءات أخرى أجاز المرسوم بقانون اللجنة اتخاذها لتحقيق مصلحة المشروع والدائنين موقع المشروع ممتاز للغاية ويحتوي على إطلال بحرية والمشروع مكتمل بنسبة 70% ولدينا دراسات مالية للمشروع ونعتقد أنها صفقة ممتازة لنا نحن نؤمن بالاقتصاد البحريني ولا طالما استثمرنا في القطاع العقاري وهذه ليست الملكية الأولى لنا لذا نحن نؤمن بنمو الاقتصاد البحريني ولدينا الثقة التامة بذلك ويعتبر مشروع جفيرفيوز أحد مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وكان مقرراً لانتهاء منه بحلول متصف عام 2009 وهو عبارة عن برج يضم 80 شقة سكنية وكان ماجلس الوزراء قد قرر في مايو عام 2015 إحالة المشروع إلى اللجة الوزارية للأعمار والبنية التحتية لدراساته وحصر الديون والالتزامات والحقوق فيما قامت شركة سافيز العقارية بتسويق المشروع المتعثر وتنظيم المزاد العلني المزاد اليوم كان تاريخياً بالنسبة لنا كشركة عقارية عالمية ويوم ناجح للغاية للجنة نسوية المشاريع المتعثرة لقد قمنا ببيع مشروع الجوفير فيوز وفق جميع القوانين واللوائح في مملكة البحرين وكانت الإجراءات مفتوحة وتسير بشفافية عالية وتهدف لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدلة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في المملكة على الاتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخا استثماريا آمنا والتي تعطي دفعة هائلة للقطاع العقاري في المملكة وتشجع على تدفق الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي وتساعد إلى حد كبير في حل مشكلة الإسكان أحمد لبلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين